جريمة جديدة كسابقاتها ترتكبها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع في أحد الأحياء السكنية وسط مدينة تعز كل ذلك يضاف إلى سجل ما تقترفه من مجازر بحق المدنيين عاشت تعز خلال الساعة الأخيرة مشهدا مأساويا حين قصفت الميليشيا حيذ الكوثر وسقط على إثرهم مدنيون بينهم أطفال خلال تجمعهم للعب في الحي مشاهد دامية جراء تصاعد القصف اليومي على الأحياء السكنية حيث كثفت الميليشيا القصف على قرى الجبال صبر وحي الثورة السكني وأحياء صالة قصف آخر على مدينة تعز القديمة حيث لا مكان لأي تواجد عسكري هناك فقد أرسلت الميليشيا قذائفها إلى هذا الحي ملحقة أضرار كبيرة بالمنازل كما نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين يعني كان فيه هنا مركز تحفيظ يعني بيت بيت مواطنين عملوا مركز تحفيظ هنا وكان فيه شباب وفتيات وكبار سين يتحفظون قرآن من الفترة من العاصر إلى المغرب وفقا قاد قضيفة دبابة من قهة تقريبا سوفتيل حيشوفتيل فضربت المكان يعني كما تشوفوا الأضرار اللي حصلها بالبيت ونتقى أنهم فيه إصابات عند القرآن من طالبات القرآن والبيت الضرر بشكل كامل هنا يقف الأطفال أمام هذا الدمار يحاولون استيعاب ما حدث جراء ما تصبه الميليشيا والمخلوع من غضب على الأحياء المكتظة بالسكان لكن استيعاب هذا الدمار ليس بالأمر السهل بالنسبة لهم فما يتركه القصف هو ملخص لما يحدث للمدنين بشكل يومي نحن كنا نحفظ القرآن نحن دخلنا المطبخ نحفظ ومنها نقزة بالحقرة والقذيفة دخله ومنها نهربين والضيحة بالدراج ومنها نكتظمين والدوخين ومنها نتعوى نبرس بشضايا ومنها نتعوى نظهورهين بحجار وشضايا فقد أصبحت المنازل أكثر خوفا من الشوارع التي يسقط فيها شهداء من المدنيين بفعل رصاص القناص الذي يترصد تحركاتهم في أحياء المدينة سيحمل هؤلاء الأطفال هذه المشاهد معهم لتصبح حكاية مؤلمة عن المدينة التي تعيش تحت رحمة القصف العنيف الذي حصد عشرات الأرواح منذ إعلان الميليشيا الحرب على المدينة اشتركوا في القناة